اشتركوا في القناة 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 تخرج لنا 540 دينار جزائري صحة هنا عندي الثامن 675 دينار جزائري 20 من قصة نقسموها على 45 تخرج لنا 15 إما نقسم على 45 إما نضرب في 45 ما هو سعر 12 قصة في سعر 12 قصة قلنا 540 دينار جزائري ما هو عدد القصة الذي نشتريه ب645 دينار جزائري قلنا 15 قصة قلنا عادي يخرج معامل ثناس بي ويحسب إما يضرب إما يقسم ولا يستعمل طريقة ثلاثية كما شرحنا في الدرس طيب 8 ثاني أوجد المتمم إلى العدد الطبيعي الأعلى مباشرة طيب عدنا 94.021 هل نزيد لها باتولي 95 مباشرة نزيد لها 0.979 باش نكونوا هنا لازم يقفلنا المئة مباشرة الحمد لله 94.021 نزيد لها 0.979 تولينا 95 طيب 140.1 نزيد لها باتولي 141 نزيد لها 0.9 9.11 دي كي تولي 1.4 0.9 طيب 99.4 مئة واثناني نزيد لها باتولي 100 آه آه نزيد لها 0.598 0.598 تولي 100 مباشرة طيب 27.04 شعر نزيد لها باتولي 28 نزيد لها 0.96 96 90 والاربعة مئة دي كي تولي 27 تولي 28 0.96 105 فاصل 6 شعر نزيد لها باتولي 106 نزيد لها 0.4 0.4 طيب 291 فاصل 28 شعر نزيد لها باتولي 292 نزيد لها 0.72 0.72 طيب 83 أنجز هذه العمليات عملية عادية الغرض منها أنه أين أضع الفاصلة هنا يا وين يكون الفارغ نعوضه بالأصفار هنا يا كأره فارغ هنا ندير 0 وهنا ندير 0 معناه يولي لي 3 أرقام بعد الفاصلة لكن تحصل على نتيجة نحسب 3 أرقام ومباد أضع الفاصلة معناه هنا يتخرج لي 22.914 22.914 هنا كذلك هنا ركاين فارغ ندير 0 وهنا ركاين فارغ ندير 0 ونجمع عادي كي نجمع عندي رقمان بعد الفاصلة نحسب رقمان نحط الفاصلة نصيب 300.94 300.94 طيب عملية ثالثة هنا عندي فارغين عندي زوج أصفار هنا تولي لي 0.500 0 ونجري عملية الجماع عادي ومبعد عندي ثلاث أرقام بعد الفاصلة نحسب 1-2 ثلاث أرقام وأضع الفاصلة هنا تخرج لي 322 فاصل خمسمائة وثلاث واربعون 322 فاصل خمسمائة وثلاث واربعون تمني اللي بعد أرسم نظير الشكل بالنسبة إلى محور التناظر هذا عادي نحسب بالمربعات هنا خله مربع منا نبدأ منا بالنقاط والأبعد ونبعد 1-2 ثلاث مربع نحسب 1-2 ثلاث مربع ونعين النقطة هذه ونرسم الخط عادي نحسب بالمربع والنقاط ونرسم نظير الشكل كما هذا رح يخرج لي بهذا الشكل نحسب بالمربع فقط ونعين النقاط ونرسم الشكل الوضعية الإدماجية أحسب تكلفة هذا المشروع أولا لحساب تكلفة المشروع نحسب ثمن المصابيح ثمن المصابيح اشترت اشترت المعلمة 43 مصباح بسعة 25 دينار جزائري للواحد معناه 43 في 25 تخرج ل 1075 دينار جزائري 1075 دينار جزائري ثمن المصابيح بعد ذلك نحسب ثمن الأشريطة اللاسقة هي اشترت أربعة أشريطة لاسقة بسعر 35 دينار جزائري نضرب 35 في 4 35 في 4 تخرج 140 دينار جزائري بعد بعد ذلك نجمع نجمع ثمن الأشريطة وثمن المصابيح ثمن الأشريطة وثمن المصابيح والأثمان الأخرى أثمان الأوراق الملونة وكامل نجمع كامل تخرج 2135 تكلفة هذا المشروع هي 2135 دينار جزائري 2135 دينار جزائري هي تكلفة هذا المشروع في الآخر برك الله فيكم لا تبخل علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنع